السحنة دخلنا في مشكلة فرعية تمام ملاش علاقة خالص بخطة جيرمي هانت بس تكملها ازاي بقى فجأة كده الانجليز هم ده كلين الصبح السوبر ماركت ملقوش بقى مرفيش بقى الموضوع ابتدى ازاي الموضوع ابتدى ان فيه سوبر ماركت اسمه ليدل ليدل ده سوبر ماركت تجزئة عامل زي كرفور عندنا هنا ليدل قالك ايه قالك يا جماعة اي حد عاوز يجي يشتري بيه هنخصص له 3 كاراتين وعلى فكرة هو مش كاراتين اللي هو زي عندنا هنا اللي بيه كان بيضة لا لا اتكلم اربع بيضات مسلا فقالك اي حد يشتري هياخد 3 كاراتين ليدل بعد كده قالك لأ همه كارتنتين بعد كده برغم التديق ده كله الناس بتخش ليدل ما بتلاقيش بيه مفيش بيه في انجلترا ايه عام اللي حاصل كنت ماشي كوي الاغرب ان فيه سوبر ماركت تاني زيه بالظبط اسمه اسدا اسدا عمل نفس الموضوع قالك كارتنتين ومفيش بيه ملقوش بيه سوبر ماركت تاني اسمه تاسكو وعلى فكرة انا بكلمك على هايبر ماركتز انا بكلمكش على الماركت اللي هو تحت البيت لا 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 هايبر ماركتز حاجات كبيرة كارفور فبرضو الناس مش لقيها بيض في انجلترا فجأة كده اصبحت مشكلة كبيرة جدا والانجليز صحي الصبح ملقوش بيض في انجلترا كلها ليه عمه فيه ايه اللي حصل في انجلترا قالك لا اصلا الموضوع كبير اوي سعب ايه اللي حصل قالك اولا الاعلاف تمانها غيلي بتراعة خمسين في المائة تمان الاعلاف فالمزارعين اتخنقوا مع التجار لان التجار مش عاوزين يعلوا السعر قالك السعر ده غالي ماينفعش ان احنا ناخد من المراببين الاسعار دي ليه؟ لان التاجر بيقولك اسعار الوقود زادت اربعين في المائة مصر فانا دلوقتي رايح وبنقل وبجيب ده شغلتي كتاجر ان انا البيت ده اوديه الهايبر ماركتز فانا لما اخد منك البيت غالي اروح اوديه بسعر غالي الهايبر ماركتز مش هيكتو انا على فكرة بشرح حالك منته ببساطة